وكشف مدبولي عن مشاركة أكثر من 6 ألاف مشروع في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذاكية مؤكداً أن الحجم الكبير من المشروعات الذي يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية يؤكد أن الدولة عازمة على المضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تقدم إلينا أكثر من 6281 مشروع يعني تحديداً هذا هو الرقم فده يؤكد شيء مهم جداً أن مصر لديها زخيرة جيدة جداً جداً من المشروعات اللي بالفعل قيد التنفيذ أو حتبدأ أنها تتنفذ أو حتى أفكار يعني حتبدأ في التنفيذ في خلال الفترة القادمة وده يؤكد المسار الذي الحكومة المصرية أخدته في إطار رؤية مصر 2030 اللي هي أيضاً ترجمة حقيقية لكل أهداف التنمية المستدامة 17 لأطلقته من الأمم المتحدة فالحقيقة الدولة المصرية من خلال هذا الحجم الكبير من المشروعات أكثر من 6000 مشروع بتعلن أنها واحدة من الدول اللي ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة واللي ليها رؤية حقيقية واضحة مترجمة في مشروعات بالفعل بتتنفس ترجمة نانسي قنقر